اهلا اهلا بحضراتكم تعالوا كده ندردش مع بعض ونقول ايه في زمن اتغيرت فيه طرق التعبير عن المشاعر مشاعرنا العادية بطريقة غير مسبوقة وكلكم بتشتكوا منها طريقة دي خلتنا نستبدل الزيارة الحلوة اللي كنا بنزور بيها بعد الودودة المكالمة الجميلة اللي قالوه بسأل عليك وبتطمن عليك لمجرد تاكست او رسالة او حاجة اي حاجة كده اوصل رسالة وخلاص فلا بقى فيه مشاعر بتوصل ولا فيه ود واصل ولا فيه محبة علم السوشيال ميديا ده عمل شوية تباعد بين المسافات ممكن نكون بسرعة بتوصل لبعض بس من غير المشاعر والود اللي كان ما بيننا وما بين بعض والمجهود والافكار كمان يعني خلت ايه ما بقاش فيه بقى اتبهتة اكتر ما بقاش فيه العلاقات الانسانية الحقيقية الحميمة جي مكانها بقى علاقات لها اقاع مختلف واحيانا الناس بتبقى حتى عصبية لانه انا لا سمعك ولا شايفك ولا حاسس بيك فممكن يبقى فيه اختلافات تفاصيل كتيرة جدا خلت الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن انه يلقط فكرة ويكتب الكتاب بتاعه بالاسم ده اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل مدينة المليار رأي مليار رأي يمكن العنوان بليغ علشان الاراء كتيرة جدا دوشة وهيسة هو بيحلل بشكل عميق تفاصيل حياتنا في عالم ما بعد السوشيال ميديا ايه اللي حصل لنا و ايه اللي بيحصل الصورة اللي شفتوها دي صورة الغلاف للكتاب اللي كان موجود في معرض الكتاب وده يمكن الكتاب بعد كتابه الاولاني الكتاب صفر اسمحولي ارحب بكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم والموقع ده تحديدا على فكرة من المواقع المهنية المحترمة والدقيقة مساء الخير منعورني المليار رأي ده جمعتهم ازاي بوسيا سيدا شافكي هو اولا بس تعديل بسيط هو كتاب التالت لان الكتاب التاني كان اسمه فلسفة البلوك وكان بتكلم برضو عن موضوع السوشيال ميديا عن ازاي الناس عن تواخد السوشيال ميديا وكل اللي بتعمله فينا هو الصحافة فرضت علينا ان احنا يعني وجودنا في العالم الصحفي الصحافة طلوقتي بتخلعها نرائب الشارع وبنلاعب توجهات الناس لكن كمان احنا كلنا بشر عادين او في مهن الصحافة ابتلعنا من السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا ده كانت غيرت كل حاجة اكيد احنا كنا صحفيين مكنش نتوقع ان احنا وحنا لسه بنكتب الخبر نلاقي الناس بتتداولوا وبدون تحقق وان احنا بقدرنا نفي الاشعاعات مش بس نشر الاخبار الصحيحة من كتر اللي بيحصل في السوشيال ميديا فانا حاولت في الكتاب ده ان انا اعمق البحث اللي انا عملته بانه الموضوع بس مش مرتبط بانه الناس مش عارفة تتعامل ازاي مع السوشيال ميديا وحاجات كتيرة بقات من غرف حياتنا لا هي في مجموعة من زي ما انا وصفتها الامراض الرقمية تشوهات نفسية واجتماعية كانت يعني موجودة في المجتمع بس السوشيال ميديا زودها خلى الناس من كتر ما هي زي ما حالك قلت في المقدمة كده عندهم سهولة في التعامل مع الالة مع يعني الموبايل والوصول لبعض خلى الناس يعني تصرف في القيام بسولوكيات تنم على امراض حقيقية احنا لازم نعالج نفسنا منها يعني اللي بيقول ان مصاب الادمان الرقمي الادمان الرقمي باختصار هو انك بتقعد فترات طويلة على السوشيال ميديا انا بقى بجاوب في السؤال ده في الكتاب ده ليه الناس بتقعد فترة طويلة على السوشيال ميديا وليه لما بيدخلوا بيعملوا مسارات غير ايجابية زي بقى يدينا امثالة كده يعني هما في حوالي 15 عنوان في الكتاب منهم مثلا اول حاجة بدأت بها فاصل اسمه الاجتزاء انه بنتعود على اجتزاء المعلومة بنتعود على اجتزاء الرأي لو انا برفض يعني شخص معين عشان عمل تصريح مش عاجبني او عمل موقف مش عاجبني يمكن انت بدأت بحاجة دينية لا تقربوا صلاة علشان ده حصل فيه كلام كتير ده كميسال هو كل فصل بيبدأ بمقولة دينية او مقولة فلسفية وبيبقى فيه امثلة يعني مستوحى من حياتنا على السوشيال ميديا يعني هذا الفصل بس بتكلم فيه على الجملة الشهيرة بتاعت اتدرينا ما هو الوطن يا صفية وبسأل اللي بيقرأ الكتاب هل انت عارف مين صفية هل عارف مين اللي بيكلمها هل عارف الصياق اللي يخليك كل ما تبقى متضايق او محبط تستخدم الجملة دي تستخدم الجملة هذا الفصل كان اصلا مشروع كتابي يعني ان احنا الناس تكتزئ مقولات كثيرة وانحنا مش عارفين نجيب محفوز دي قالها امتى ولا ديستوفيسكي قالها امتى ما دي ثقافة الالسنة يعني اللي هو انا خدت منك جملة بقت عندي بس ملهاش عمق ايوه برافو الرحب يعني انا العارفها ولا فاهمها هي ملهاش عمق وبستخدمها في جر ده كان بيحصل زمان بس الناس كانت بتقولون البعض على القهوة يقولون البعض في مكان الشجل فكان المعلومة بتتنقل لو هي غلط تتنقل قليل جدا دلوقتي ممكن واحد يروح واخد جملة مقططعة من رواية وتعمل شير كتير جدا وبعدين الناس تتبدلها وتستجدمها في جر موضعها وكلهم مش عارفين وكلهم مش عارفين اصلها كان واحد قرى رواية عائد الاحيفة اللي فيها الجملة دي فبعد كده دخلت على فصل الفراغ وعرفت الفرق بينه وبين وقت الفراغ وانه الناس وقت الفراغ كان زمان ان احنا كنا نرجع من الشغل نقعد ساعتين تلاتة على القهوة نقعد قدام التلفزيون عارفين معادي المسلسل بعيدين بالنام بالنام بالنصح الشغل تاني ده كان وقت الفراغ في الجمعة اليوم العائلة دلوقتي الناس قاعدة وسط الشغل واقعدة في المواصلات واقعدة في كل مكان فتحة سوشي ميديا بتبحث عن شيء هي مش عارفة فراغ نفسي وفراغ مهني انصراف انا بسميها انه احنا كلنا بقنا منصرفين يعني بقى فيه يعني انصراف او بحث عن عالم احنا مش عارفين وهل هو بيسلينا ولا هو بيلبي رغبات ولا بيزيد ولا بنشوف مثلا ان جرنا حصل عنده مشكلة فحس ان انا كده مبسوط ان هو عنده مشكلة او غيرنا عايش حياة كويسة فانا ليه مش عايز الحياة دي طول الوقت بحث عن الاخبار طبعا العلماء في الخارج عملوا كذا حاجة من الموضوع ده يعني فيه نو موبايل فوبيا يعني ده بيقول ان انت لو الموبايل نفسه وفيه الفومو طبعا فير اوف بسنج قاوت ان انت طول الوقت بتطلع خلينا نقول الناس الفومو ده اللي هو حضرتك انت مش قادر كل شوية عايز تشوف مين بعاتلك مين عمل لايك مين الكذا يعني كل ده احنا عملين عندنا ده فيه برضه من زي مرض بس سلوك كده لو انت بتحس ان الموبايل اتهز هو ما تهزش يعني انت طول الوقت عندك احساس ان فيه اهتزاز وهمي يعني متلازمة الاهتزاز الوهمي للموبايل كل الحاجات دي كل واحد بقى هو داخل واحد عقليته بتخليه عنده اجتزاء واحد عنده مشكلة الفراغ فيه مثلا مشكلة التبخر ازاي ان دمرت رقمي انا بتكلم عنه ازاي السوشال ميديا خالتنا مش مركزين من كتر الانتوفيكيشنز المعلومات بتروح مننا بنكتب البقاء لله مبروك الف سلامة البقاء لله واخر اليوم مش فاكرين احنا عزنا مين او باركنا المين ده عمره عمرك لما تكتب العشرين واحد البقاء لله انت بتحس ان انت عزيت عشرين واحد لكن ده لا يوازي لما كنا بننزل ونروح نعز يعني يمكن مخرجي صح على نفس البوست انت مش فاكر الناس مش فاكرة ان انا عزيتك او حد تقبله حد يقولك متشكر جدا انت عزيتني وانت مش فاكر اصلا انك عزيتني للأسف الشديد انا مرة تعرضت الموقف ان انا بس يعني اتلحقت يعني ان انا كتبت الحد بدل بقاء لله الف سلامة لان انا كان البوست اللي قبله حد تعباني هو طبيعة كمان التصميم او الخرزميات طبعا بتتحكم فينا بشكل تصميم العمودي ده بيخلي العين طلع طلع ونزل لما بتركز وبعدين ساعات يطلع لاتبوست من 3 ايام احنا جيني الخوارزم هيجي ازبوطتين اه الخوارزم الاساسي طب انا هسألك سؤال بصراحة يا محمد بأنك صحفي ايضا واحنا بنتكلم هنا في الاعلام ومع كتابك المليار هل احنا كمان احنا بقى كاعلام يعني خلينا نقول كده هل احنا كمان كاعلام غلبتنا السوشال ميديا خلينا نتكلم بشكل حقيقي هل غلبتنا احيانا لانه احنا كنا غلبين السوشال ميديا زمانا احنا كنا بنعمل موضوعاتنا وبنبزل مجهودنا هل احنا غلبتنا في كثير من الاحيان هتلاقي ناس كتير من زملاء من ناس هي موضوعاتهم كلها السوشال ميديا هو للأسف احنا استسلمنا بسهولة لان ما كناش مستعدين لها والان هي كمان سهلت وعملت حاجات احنا مش مستوعبينها اكيد الحركة بتسمع يقولوا شوية يعني يوتيوبر وإنفلوينسر وتيكتوكر واسماء غريبة جدا بقوا فرضين نفسهم والجمهور بقى بيتابعهم يعني واحنا حتى لو بناتناولهم صحفيا الجمهور بقى ممكن يخش هاجمنا بسببهم يقولنا انتوا ليبتتكلموا على دخلهم ليه عايزينوا يدفعوا ضرائب معين اي ده حق الدولة فالحالة بقت يعني كبيرة وفي حالة 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 السيولة فهي بصراحة عملت ده واحنا محتاجين بقى يعني حتى في مناهج الكليات نعلم الصحفيين بقى اللي لسه طالعين ازاي يفصلوا حياتهم مايبقاش هو انت اه صحفي بتستخدم السوشان ميديا بس ما تستسلمش للتسهيل اللي هي عملته يعني ايوه انت لازم تكون انت كمان عندك بحثك قائد رأي ومجهودك يعني علسان هو ينقل عنك بدل ما انت بتنقل عنه فر الوقت يعني معظم الناس دول بيطلعوا موضة وينتهوا اللي هم التكتوكرز واليوتيوبرز وبقى الجمود بيكتشفهم احنا كصحفيين لازم نحافظ على القواعد بتاعتنا القواعد المهنة المصدر لي وامتا واسئلتنا الاعلامية يعني لماذا واين ويعني الاسئلة دي اللي بتحطك على الطريق ومعظم الدراسات وقت الكورونا اكدت ان الناس رجعت تانية تتابع الصحافة لانها دي كانت المصدر اللي لازم يرجعوا له اذا احنا دورنا منتهاش احنا دورنا قائم بس يمكن انت رجعنا شوية لصالح هؤلاء ومحتاجين مرة تانية نعرف ازاي نستقدم او الدور يتغير بتغير الادوات الادوات تغيرات فاحنا نستخدمها جوى دورنا والله الله ينوع عليك كنت استقول لي حنجد ازاي نوصل للخبر بس بالطريقة الجنين بالزبط طيب حرجة عن المليار رأي يعني مليار رأي ده احنا كمان عايشين في مليار رأي انت بتلاقي بوست معين عليه مليار من الاراق ناس مختلفة وفيه كمان ثقافة القطيع يعني طلع محمد عبد الرحمن قال موضوع فيبقى كل برضو بيقوله قالي كذا كذا هو مش عارف ايه الموضوع اصلا اتكلمني برضو اكتر عن الكتاب هو فيه تعبير يعني صديقي النشر احمد سلام اللي هو تابع معي الكتاب حطه على الولاف كان جميل جدا اللي هو شهوة وجهة النظر احنا زمان كان الكتاب خلينا يا جماع نستأذنكم نشوف تاني صورة للكتاب شهوة وجهة النظر مكتوبة على الكتاب عن الامراض الرقمية وشهوة وجهة النظر كيف يعني وصلنا وهنا استأذنك بس في الغلاف انت كنت حريص انه الناس بتستخدم السوشال ميديا والقراءة ساز احمد فرج مصمم الغلاف يعني عدنا كتير نتكلم لحد ما وصل طبعا انه كلنا شبه بعض بس كلها منهم بسس في الموبايلو محدش بسس في التجاه الآخر يعني كان موفق الحمد لله الاسم والغلاف انه احنا زمان كان الكاتب هو اللي بيقول الرأي والناس تخش تقرأه خلاص يعني تقرأه كل واحد بيان حاز لا هو خلاص كل واحد عايزه رأيه واللي هو يعني يعني زي ما تقال كلمة دم ما خافه هو اللي هيقول لك اللي ما قالت رأيه يعني هيتشور عليه الناس باي بتقول رأيها غير المبني على علم ومعلومات زي ما اتفقنا ممكن يبقى متأسر بالاجتزاء انا مثلا عندي فاصل اسمه الانتحال بيتكلم عن اللي خلى الناس تنقل من بعض البستات وتنقل من بعض المقولات هو عايز يبقى ليدر في وهو ما عندهش قدرة على انتاج ده حتى تتبع كلمة منقول ازاي بدأت اللي خلى اول واحد ياخد بوست من حد وجتي بتحتي كلمة منقول وبعدين شوف وصلنا اللي بقى فيه ناس بتنتحل شخصيات الاخرين يعني يروح يقرأ من كتب ويروح يكتب بوستات كأنه هو اللي مواصل للحاجة دي ومحادي شاعد يدور وراه ففكرة ان الناس كليا بتقول رأيها ده شيء لازم يعني اي حد يسمعي ده وقت لازم ياخد موقف انه ممكن ترأيك في الكرة لكن مش لازم ترأيك في حاجة علمية هل هو خوف ممكن لحاجة سياسية احيانا الناس بتبقى عايزة تقول رأيها عشان انت ما تقولش عليه انه ساكت او انه مالوش وجود فهو يزعق بصوت عالي عشان اللي هو انا بزعق فانا موجود ويزعق على السوشال ميديا يكتب حاجات مالهاش معانا الانترنت والهاتف ازاكي اوهموا الناس ان عندهم سلطة وان انا مؤثر وكليسة كنت بقى احد الاعلامين اصدقائي امبرح فبيقول لي انه ساعات حد بيقابل بيقول له انا مبسوط ان شفتك اقوع تزعم بالتعليل انا كنتبتلك قبل كده لان انا هجمتك يعني طبما انت ما بتشوفه في الشارع بتبقى مبسوط بيه لكن ايه ده طبما هو انا خلاص هو انا شايفه هيرد علي عشان كده بننصح دايما المشاهير ان هما يستخدموا مديرين صفحات ويقللوا التفاعل مع الكراء لانه بعض الناس اصلا بتدخل مخصوص عشان تحسنها موجودة هو اداك احساس انه موجود عشان كده الفنانين بيتعرضوا لحاملات اعنى في ليه دلوقتي لانه بقى الناس ممكن يقول بتفرجوا عليه في التلفزيون بتفرجوا عليه كل حاجة بس عنده عايز يقول رأيه ليه دلوقتي على السوشيال ميديا فبننصح ان محدش هتفاعل لان ده بيوهم الناس ان هم عندهم قدرة ان هم ما يتكلموا احنا مش في انتخابات عشان تقول رأيك وتختار مين ومش مين فللأسف الشديد ما بقاش فيه كنترول بس فيه البعض بيشوفها انها ود ولطافة بس بتحصل المشاكل يعني ما يكونش فيها يعني هجوم ويكونش فيها الفاظ جرحة وما يكونش فيها تدمير يعني بيحصل تدمير معناول الناس كتير جدا هنا الشخص ده بيحس بايه يعني ده سؤال يعني انت لما بتدخل لمدة ساعتين وتكتب تعليقات موسيقى على كذا موضوع هل انت هل عندك مشكلة ما عشان كده سميته امراض رقمية ان انت عندك مشكلة في شجلك عندك مشكلة في بيتك فبتعوض على ده انك لقيت ناس بتكسب بسبب ان هم يوتيوبرز وبيطبخوا او كده فتروح رايح اولا فيه ناس بينحزوليهم بس عشان يبقوا ضد الاعلام بتاعنا احنا اقولك لا اشمعنا الموزعين بس هم اللي بيخدوا اجور علي او اي حاجة او المبسل ايو بس اولا احنا هشوف اللي دول بحس ان هو شبهه هو ليه حضرتك الفيديوهات بتاعت الطبخ دي نجحت الناس كانت حاسة قاعدة جواب بيوت بعض ودي حاجة غريبة جدا هي ورغبة البني ادم انه يحس انه بيشوف حاجة احنا هنا عندنا ديكورنا وعندنا اصولنا في الصحافة عارفين نكتب الخبر ازاي ونعرف ازاي فجأة واحد يقوله تعالى دخل بيتي وشوفني ولا باكل وهتحدى نفسي ولا باكل فلقوا ان دي حاجة جديدة هيزهقوا منها لاحقا بس هيروحوا الفين هنا لازم الاعلام يبقى مستعد انه يدي محتوى يخلي الناس تتابعوا باصول الاعلام ولكن زي ما حالك قلت بالادوات الجديدة وصول حتى الاعلام الى سوشيال ميديا يبقى عندك برامج خلاص عندك منصات بس بالمحتوى الاعلامي بتاعك يعني فاعتقد ده كمان دوره مهم ويستعمل بقى الطرق نفسها يعني ما يبقاش فيها مع عشان كده الملف ما تقفلش والموضوع دايما فيه دايرة متصلة وكتاب كمان في اخر فصل ليه اسمه الاعتدال الرقمي يعني وده مستوحى من كتاب امريكي اسمه التقليل الرقمي ان الناس لازم تبدأ تعرف امتى تدخل وعلى انه منصات ولازم تعالج نفسها من الاستجدام المفرط للهاتف الزاكي ويبقى عارف هو محتاج ايه من المنصات دي احنا مش بنصح الصبح عشان ندخل على الفيسبوك يا جماعة احنا الفيسبوك او التويتر انا بدخل عليه عشان اتأكد من خبر عشان اتطمن على اصدقاء علشان لو ععرف مضمون اغباري على سكرة كل اللي احنا بنقوله ده محتاج حاجتين نسبة تعليم بالتأكيد عالية ووعية وطبعا والقوانين طبعا اللي هي بتحاول ان يتنظم ده بشكل اكبر ومسؤولية النغبة ان هما يحاول يحطوا محتويات تجذب الانتباه وما يشاركوش فيه التريندات انا صحيت انا نمت انا كلت انا شربت شوف الوردة شوف الكتاب شوف القلم شوف النغزة شوف القصة وبعدين يزعلوا من ان الجمهور بيستفزوهم وجمهور بيرد عليهم بطريقة مش لطيفة لا لازم انه بقى تقود الناس على السوشيال ميديا ان هما يرجعوا تاني يقروا ويتفرغوا على اعمال يعني لما بيحصل بس الخناقة بين اي اتنين مشاعر على السوشيال ميديا ماهو طبيعي تراشف او كده طبيعي ان الناس تأكد فكرة سيئة والناس بتدخل في الخناقة يعني دي بتبقى فرصة بتفكرني زي اتنين كانوا في الشارع وده فريق بيمسك وده فريق وده موجود في الكتاب انه كان اللي بتفرغه خمسين عشرين ونقول يلا جماعة والخناقة تخرج ان يلا جماعة كل واحد يروح شوف مصلحته صح؟ احنا هنا الناس ما بتشوفش مصلحتها الناس قاعدة متكملة ونوصل للمليار الرأي زي ما حالي كنت هل تتخيل بكتابك المليار الرأي على بالكم سنة يزيد المليار ولا يقل؟ هو اصلا كلمة المليار أجاية من طبعا عفوية لا لا انه برضو احد الكتب الاجنبية قال احنا كأننا الشبكة الانترنت تخلى مليار واحد يتكلم كله مع بعض طبع طبع بس هما دلوقتي العدد اكبر يعني عدد اللي بيستقدمه فيسبوك شهريا حوالي اتنين مليار ايوه هل تتصور انه يزيد الاختلافات ولا تقل؟ انا اللي انا تتصوره انه كل شوية فيه ناس لازم يجي لحالة من النطج وتتوقف وان الاجيال بقى الجديدة تدخل على نطج يعني حاليا مش متفاعل بس ان شاء الله ده دور بقى الاهل يتابعوا ان يخد بالك حركة الولاد الزوارين بقى يدخلوا على منصات احنا مش شايفينها كبير طبعا ستاب شات وتيك توك بالنسبة لنا احنا كناس كبيرة طبعا واتمنى ان هو كان مفيد في معرض الكتاب وان الناس تقرأ شكرك شكرا جزيلا زاملنا الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع علام دوت كومب شكرك منالك التوفيق وزي ما قلت لحضراتكم منذ البداية النهاردة في التاسع نبقى حرسين ان احنا نتكلم في حاجات كتير ممكن تجمعنا سواء حنفضل نقول الاراء والرأي الاخر كل حاجة ممكن تعدي المقولة اللي انا بحبها ابتسب فلم ولن يغير حزنك ابدا العالم اللي يغير العالم انك تبقى ثابت واسق راضي وقانع دوري انتهى في التاسع القاكم الخميس مقبل باذن الله غدا يتجدد اللقاء بالتاسع اشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة